موسيقى من الاقتصادية الأولى نرحب بكم في عدد جديد من متابعات تعد الجزائر واحدة من الدول المنتجة للحمضية حيث تشكل هذه المحاصيل جزءا هاما من القطاع الزراعي الوطني وهذا الموسم عرفت إنتاجا ووفيرا من حيث الكمية والنوعية فاق كل التوقعات للحمضية تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة والوفرة يستلزم الاستفادة الفعالة من هذا الانتاج بتبني استراتيجية مستدامة ومدروسة نناقشها مع ضيفي السيد محمد ناجي رئيس المجلس المهني المشترك لشعبات الحمديات أهلا بك شكرا على الشفافة وهذا الشرف لي بشيكون ضيفي هذه الحصة ونشكر ترفيزة جزائرية شكرا على تقبولك الدعوة وقبل أن نناقش نتابع هذا التقرير لأميرة أمكدش إنتاج قياسي من حيث الكمية والنوعية فاق كل التوقعات هذه المرة سمح بتوفير مختلف أنواع الحمضيات وهو ما أدى إلى تدني الأسعار بعد موجة الغلاء التي شهدتها خلال السنوات الماضية كما أثرت وفرة الحمضيات على أسعار أنواع الفواكه الأخرى شجعت دعم التقني والمالي المنتجين على توسيع مساحات المزروحة وغرس أصناف عديدة هجينة أعطت مردودية كبيرة وفائضا عبر مختلف ولايات الوطن كما حظيت شعبة الأشجار المثمرة باهتمام واسع من قبل المستثمرين رفع نسبة مساهمة الفلاحة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة يمكن ملاحظته في أغلب الأسواق حاليا وهو عامل مشجع للتوجه نحو الصناعات التحويلية لمستخلصات الحمضيات وتصديرها خاصة وأن الانتاج الوطني للحمضيات يتميز بجودة عالية أولا ما هي المساحات المزروعة أو المغروسة بالحمضيات في الجزائر؟ في بخص المساحات المغروسة الخاصة بالحمضيات بجميع أنواعها رأنا تقريبا ما بين 85 إلى 90 ألف هكتار على المستورطني بجميع أنواع الحمضيات نعم وما هي هذه الأنواع؟ الأنواع عديدة العائلة الحمضيات طبعا كما تعرفون عندنا ثلاث عائلات من الحمضيات العائلة الأولى هي الكليمونتين بيانسور معها الموندارين وعندنا كذلك العائلة أخرى تقريبا بجميع أنواعها نعم أصنات عديدة وكثيرة وعندنا العائلة الثالثة اللي هي خاصة بالعصير اللي هي البنفلوموس فيه كذلك أنواع هذه العائلات الموجودة على مستوى الوطني طبعا كما شاهدت يعني كي نجي معهم في الأنواع عائلية نتجوزهم يعشي النوع نتجوزهم يعشي النوع خاصة في العائلة على البرتوقال في البرتوقال نعم عديدة أنواع كثيرة كثيرة جدا نعم بجنا نتوقف عن عند الإنتاج الوفير لهذا الموسم كيف كان تقييمكم أنه هذا الموسم معرفة إنتاجه ووفيرا ما هي الأسباب؟ الأسباب عديدة وكثيرة الأسباب أولا أولا المساحات زادت المساحات برافور للعوامل اللي فاتت حاجة الثانية الطرق التقنية اللي يستعملها لنفلح بصفة عامة ثالثا التدعيم من هذا المناسبة نشكر للتوفير تبليك وعلى أرسهم السيد الرئيس الجمهورية لدينا الكثير فيما يخص ستول الطرق الحديثة السقي اللي هي بالتقدير راح أعطى نتيجة جدا إيجابية طبعا وزيدة على هذا الفلاح راننا نكونه الفلاح الفلاح 23 ما هو الفلاح الآن عنده طرق عنده تقنيات تقنيات متطورة مش ما يعتمدش على الزراعة التقليدية أو الفلاحة التقليدية اللي كان يعتمد عليها في القادم زراعة تقليدية زراعة تقليدية زراعة تقليدية كنا في الهكتار الواحد نغرسوا ما بين 250 إلى 300 شجيرة في الهكتار الطرق الحديثة اللي هي زراعة مكتفة يعني راننا نغرس له كين يغرس 200 شجيرة وكين البعض الآخر يغرس حتى 800 شجيرة عشبنا دستانس ما بين شجرة وشجرة كين يغرس دو سور دو وكين لي دو سور دو وما ننسوش أنه حتى الموسمية نعم هي موسمية موسمية طبعا طبعا ونحن العائلة الحمضية تبدأ من آخر سفتمبر خاصة الأنواع الحديثة اللي دخلت في الزراعة نعم بكو بلوس لكليمانتين بجميع أنواعها لأن لكليمانتين عندنا لكليمانتين باش نشرح فقط كليمانتين يعني مندارين كم نسموها في الدرجة الجزائرية احنا بلله جوج نقول وقع المندارين فيها لكليمانتين ومندارين كيف فرق بين المندارين والكليمانتين كليمونتين تبدأ من سبتمبر تقريبا أنواع حتى الأدريل أنواع كليمونتين تبقى حتى الأدريل يعني الإنتاج يستمر حتى الأدريل وعنا واحد النوع المعروف في الجزائر كليمونتين تعنا مقبل كينام مقبل التوراكات الموجودة هنا في جزائر هذه توجد تقريبا في بداية ديسمبر بداية ديسمبر وتخلاص في بداية جنوبي تقريبا في النهاية وعنا نوع واحد داخل كليمونتين يبقى حتى الأدريل مع اللقف سجرة حتى الأدريل يعني أنواع كثيرة نجاوز 13 نوع هذه كليمونتين الموندارين تبدأ في آخر هذا ديسمبر وتشد جوزكا آخر جنوبي حتى الدوء تح الدوء كليمونتين مع الموندارين كان كبير دينته مقارنة بالموسم الماضي هل هذا الموسم يعتبر موسم استثنائي في إنتاج الحمضيات الموسم الماضي كان لدينا الإنتاج ضعيف جدا ونظن المواطن التي عاشها من خلال الأسعار لأن الإنتاج كي يكون قليل يكون الأسعار طبعا مرتفعة سيوتوماتيكا العرض والطلب نعم والأسباب التي خلت المنتوج العمل التي كان شوية ضعيف ضعيف جدا كان بعض في اللحين مرتفعوا حتى المصار يفتحوا حتى أنه عرفت الأسواق أسعار أسعار هذا المنتوج قليل وكان أسباب بوكو بلوس عملي فتحنا عشنا شهر أدريل شهر مارس عفوا شهر مارس نذكر مني أنا كيف اللح كمنتج جاءت وحد الرياح جاءت وحد الرياح في الوقت اللي كانت شجيرة منورة نعم أثرت ورياح ذيك طالت تقريب جو سعشرين نعم أثرت أثرت طريقة مباشرة على النوارة سقطت النوارة وكان كذلك في آخر جوان هذه في سنة 2022 في آخر جوان كذلك كان جو جو المناخ كان كان سلبي بالنسبة للحفضيات في الليل مرودة وفي النهار السخانة والحبة كانت مازلت صغيرة كانت تكون إذن أثرت عليها الجو هذا أثرت عليها سقطت الحبة سقطت وكذلك في شهر نذكر مليح كذلك في شهر سبتمبر كانت واحد ربعية خمسية محارة جد وقاسية كذلك أثرت عليها ولهذا المنتوج كان ضعيف المنتوج كان ضعيف كان ضعيف والبعض من الإخوة في الناحين السدقيني من المغطاوش لم يصرفوها لكي يوصلوا الانتاج أما هذا العام هذا العام كذلك لنتحدث عن هذا الموسم فضلي لنتحدث عن هذا الموسم نشوفو أنه الوفرة في الإنتاج ونشوفو الأسعار في متناول الجميع كان أسباب كذلك كان أسباب لأن المناخ هذا العام كان إيجابي بالنسبة للشعبة بالنسبة للحضيات نعم ما كانش عندي ما كانش حوايش طبيعية لأثرت على المنتوج وزيادة على هذا المساحات كنا نذكرنا اقتنقنا لها المساحات يعني بعض الإخوة بعض الإخوة تجهل القطاع الفلاحي لأنه قطاع يعني مردود مردود فيه فيه ثايدة كما نقول بالله الشعبية رامج ستمروا في هذا القطاع وزات المساحات خاصة خاصة في الكليمونتين نعم وكما كنا نترقنا مقبل الزراعة المكتفى هذه أعطاها نتائج جد وإيجابية خاصة في السنوات الأخيرة من 2019 إلى غير سهل اليوم المساحات يعني بالتقريب ربما ستجوز 30% على سن المساحات التي كانت مقبلة المخصصة لإنتاج الحمضيات الحمضيات مع التلق الحديثة التي كنا نترقنا لها عملية السقي كان عندها دور إيجابي في مخصص المنتوج وكذلك كان لدينا هذا العام في سبتمبر و أكتابر في سبتمبر و أكتابر كان جو حار كان هناك نوع بريكوس توجد في الفداية الموسم توجد في آخر سبتمبر العمطار كاتمكيش والحار و ليوم توجد في آخر سبتمبر أو في بيئة أكتابر تأخرت ما نأثر عليها ما تطابت كما نقول بالنهجة الشعبية ما تطابت سران كوميل و أضفت إلى الإنتاج و ما بين الموسم التي توجد في آخر أكتابر كنا نقول في وقت واحد زيادة على هذا الجهة الغربية خاصة شرف و غنيزان و كي يقسم عين دفلا ضرب من سيروكو ضرب من سيروكو كذلك أثر على على البرتوقال براء خاص البرتوقال أثر عليها طيبها قبل الوقت إذن سببوصة سببوصة السوق كي بدأ يعرف الخاص والعام السوق سألاحظها المواطن يعني كان كترة كما يقولون العرض تقريب جاوز الطلب وهذا أفطر طبعا الأسعار و سألاحظها في موتانا والجميع و نحن كمستثنين في هذا القطاع نحن بالنسبة لنا صدقيني يعني بكل صراحة نحن ماذا بينا ماذا بينا لفروية هنا تاعنا يكون في موتانا والجميع نحن نريحه نحن نريحه كي يكون المواطن البسيط أو المتوسط أو كده يقدر يوصل به يشري هذا النوع تعالى و خاصة أنه نعرف هذا النوع من الفاكهة الحمضيات مهمة جدا في فصل الشتاء تزود الجسم بالفيتامين سي أكيد يعني أنه لازم للمواطن أنه يستفاد من هذا الفاكهة الموسمية طبعا بلا شك فيتامين سي يعني كي يستهلك وطبيا معروفين نحن من من أجل نزلات البرد ذو الإنف الوالنزان الموسمية وغيرها عندها فوايد كثيرة خاصة بالفصل الشتاء طبعا بالنسبة هل وفرت ال himnatt في القربات لبيتامين هل يؤثر أيضا على سوق الفاكهة مثلا في الجزائر نحن نت surrounded by vicissan نحن نحن مواطن السعار تعالى العينة الحمضيات كانت منخفضة كان فاكهة أحد أخرى من خلال الاسعار الحمضية تأثرت الأسعار وصبحت منخفضة عندما نذكر أنواع الفاكهة تقريبا بدون شكل جميع أنواع الفاكهة تأثرت الأسعار لأن المنتوج الحمضية كان في موتان من الجميع بأسعار جدا منخفضة لهذا كانت نتيجة سلبية بالنسبة لبعض الفاكهة التي كانت مرتفعة وكان مواطنة لا يستطيع شريحها ونحن هل يريحنا بشكل مواطنين يقدرون فاكهة لا شيء يغرض لنا الحمضية كي تنقص في السعر المواطنة تكون على فورتي تعد في طوية هل تجدون أن إنتاج الحمضية بالتقريب كم بلغ إنتاج الحمضية هذا العام؟ بالتقريب لأن الموسم لم ينتهي بعد؟ لم نتجاوزنا 10 مليون قنطار لم نتجاوزنا 10 مليون قنطار هذا العام نحن نقدرون موسمون بها في البداية أو في الربعة 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 في المنتوج لأننا نتوقعين أن نجاوزوا 85 مليون قنطار نجاوزوا 85 مليون قنطار نجاوزوا 16 مليون قنطار ما المفروض لأن الموسم لم ينتهي بهذا الموسم من الحمضيات بالنسبة لعندما يكون هناك وفرة في الإنتاج أكيد الأسعار بالمقابل تتأثر ويصبح المنتوج في متنوى للجميع لكن هل هذه الوفرة هناك استغلال آخر للحمضيات مثلا في الصناعات التحويلية هل هناك رؤية لاستغلال هذه الوفرة؟ والله كما يقول المثال شعبي حتيت للصباح على الجرح بهذا المناسبة نوجه نيداء وماذبية المصنعين وخاصة العزائر نوجه نيداء لأن بعض الأخوة الفلاحين يشكيوا كثير يشكيوا كثير يتصلوا بعض المحورين يتصلوا ويقترح لهم أسعار جد ومتدنية نعم نقولها بدون تحفظ يعني 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 كيف الفلاح أو المصطف المرفقين في الشعب هالي يتاجه بلا منطقة الأسماء وعندما نعرفوهم نعرفوهم يتصلوا لهم البرودوية سواء البرتقال أو الكليمانتين نعم وطبعا المحول هذي المهنة نشيني كمان البرودوية تحال الزاقرين نعم دات البرودوية المحولين هذي المهنة أسهم المحول يعني يعني تقريبا يقترح لهم أسعار جد ومتدنية وأخيرا كنت عقدت المجلس وطني للشعبة بعض إخوة بعض ملايات ما تذكروهمش اقترحهم 20 دينار للكيلوغرام يعني صراحة كيف 20 دينار للكيلوغرام الفلاح ما يقتلوش بلك حتاك بصيف المياه من المصاريف من المصاريف من المصاريف نعود لمصاريف لا نتحرك على ترعام من المصاريف لم يقوم لفاقي لأنه هناك عمام هناك عسميدة المجهندة والإخوة المحوينين يعطوننا أسعار التي هي معقولة التي هي معقولة نحن لا نحن 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 نفيدها والشيء الثاني كذلك كان السيد الرئيسي الجمهورية بالمهد المناسبة نحييه كان خذ قرار في السنوات الأخيرة لكي هذا البرودوية التي تعال العصير تعال الحمضيات ما يستوردوهش في الفوصول هالي اللي يكون البرودوية تعالى نحن موجود ولهذا نوجهني دار مرة ثانية لإخوة المحوينين يحبسونا الاستيراد تعال المادة هالي وحنا نستعدين باش المفرول هم المنتوج حتى أخر حتى أخر السيزون تعال الحمضيات نعم مغبية اللي بيونها الطالب هذا وهل هناك شركات تقومون بها كمجلس مهني لهذه الشعبة مع بعض المحوولين عرضنا صراحة احنا اقترحنا وكان عندي لقاء كان عندي لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية للمحوولين في أحد البنسبات نعم للأسف الشديد للأسف الشديد ما مشاتش نعم 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 ومستعدين كذلك بعض الأخوة مصطفرين الذين لديهم مساحات كبيرة مستعدين لتحويل شراكة وشراكة هذه الشراكة في 31 عاما من 30 عاما نحن نساعدين لنفروح البردوية من بداية الإنتاج الاريكولت حتى نهاية الاريكولت لأننا من آخر سبتمبر البردوية كانت لدينا وحتى لدينا أنواع ترديف عن أنواع البرتوغل صدقيني كان مزرعة موجودة في بغليان مستثمر في اللاح صغير طبعا عند واحد النوع صدقيني في آخر جوان نازل معنا نلقاف شجرة ونحن نساعدين هذا الناس اللي نرجع المحويلين يخطرحوننا يخطرحون لدينا مساحات كبيرة ربما هي المساحات المزروعة التي تقوم بها الزراعة تكون بالذكاء الاصناعي ربما نحن نكررنا نحن نقولك الساعدين لدينا مساحات كبيرة نوعية هذه التي تروح مزروعة تحويل ويكون لدينا فائضة في مخصولة تامسون حاليا بل توقع التامسون لدينا فائضة تحويل ويستطيع أن نحويلها لأن نسبة على الجو تامسون لأن نوع واحد أخرى يتوقع الناس منوعة يمدل إلى 65% حتى 50% في العصير يعني الحب يتوقع الناس منوعة 65% في العصير نعم ونحن نستعد لدينا شراكة ونستعد لدينا مساحات تقصدون أن هناك مساحات مزروعة فقط مخصصة لصناعات التحويلية للعصائر العصائر نعم نعم ونحنSO لدينا مساحات عندنا رواس المجالس وعندنا مجالس ويلائية وعندنا ناس في المجلس ناس أخصائيين عندهم تجربة كبيرة في الشعب والبعض أخر خرد شعب لأننا لنحصلين في الحمضيات عندنا ديباز يعني عندنا دراية في بعض الشعب كمهنيين طبعا كمهنيين نحن كان لقاء أخيرا مع النجلس الوطني وعندنا كذلك خبير نستشروه رحو معنا سيد دكتور نحن درنا مشروع رعاننا مشروع راح قريب وجد نستعدين نقدمه لنثريوه مع الناس المختصين كذلك نتوسعه سميناه وهذا المشروع بهذا المناسب نستشروك على هذا الدعوة هذه الفرصة على طهالي نقدم اقتراحة سيد رئيس الجمهورية نعم سميناه مجلس الأعلى دين فلاحة والسيادة الغذائية المجلس الأعلى دين فلاحة والسيادة الغذائية هذا المجلس كان مشروع كمشروع نستعدين نقدموه للناس اللي عندهم علاقة مباشرة مع القطاع الفلاحة يعني كل المهنيين وليس فقط شعبة الحمضيات كل مهنيين نعم يعني احنا الهدف تعنا هو باش نضمنه السيادة الغذائية باش الجزائر ان شاء الله عن قريب خاصة مع سيد رئيس الجمهورية هو راح عطاء اهمية كبيرة للقطاع وحنا كنا في الناحية المكام المستطرين برهنة 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 بل مستعدين كنا قلون اللو سنديفي باش نضمنه يعني نضمنه لفروديوية أغريكول المواد فلاحية بصفة عامة إنا نشي 100% على الأقل نجاوزه 99% من البزوان اللي يحتاجه من مواطن جزائري وهذا يضمط صياد للبلاد لانك يضمني سيادة البلاد في المواد الغذائية طبعا ما يكونش عندنا تأثير ما يكونوش خاضعين البعض دولي يستودون عندهم المواد الغذائية باش المواطن متعنا من هم هؤلاء الفاعلين الذين تريدون اشراكهم في هذا المجلس الفاعلين طبعا عندنا بعض الوزارات اللي هي الداخلية يعني تقصد الدواء الرسمية دواء الرسمية لان الولادة المناجرية والمساحات وكذا مع القطاع الفلاح بيانسور وزارة الري وزارة المالية وزارة المالية فيما يخص لروسوس ادريك وزارة المالية فيما يخص لكريدي للمستثمارين الذين يتوسعوا في جمع الفروح انه هي استمارات اكبر نعم نحن نبقوش بحصورية في الحمضيات احنا الهدف تعنا في جميع الشعب في جميع الشعب يعني وعننا المهنيين عندنا المهنيين بلما نسميهم المهنيين يعني مع علاقة مباشرة تقطع الفلاح وعندنا كذلك الخبراء الخبراء الله يبرك هالجزائر غانية بالخبراء المختصين في الفلاحها هذو كنت جمعهم الكبء ندير المشروع ندير المشروع نتفقوا عليه يكون تحت رئيس تسيد رجي مهورية ولا سيد وزير الأول هو اللي يجيري هذا المجلس الأعلى يعني تطلبون من وزارة الأولى هي التي تقوم برعاية هذا نعم بلا شك بلا شك يا إما الوزارة الأولى يا إما السيد رئيس الجوارية واحدة من اثنين ونظن هذا المشروع يقدمنا سيادة الغنائية للبلاد ونحن نستعدين نقشوا ونشاركوا في هذا المشروع وإن شاء الله يكون يأخذ يعني 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 إن شاء الله يلقى هذا المشروع الأذاني الساغية والرعاية المطلوبة والنجاح لملا أن تحقيق السيادة الوطنية هي من تحقيق هي من سيادة الجزائر سيادة الغدائية أقصد نحن كمواطنين ولا كفلاحين ولا كموستفرين الهدف تعنا هو انضمنه الغذاء لمواطن الجزائري لكي لا نقعوش تحت الضغوط لأن الحروب الحروب يما تقع بالأسباب المواضي الغذائية يما بنبيه ونحن إن شاء الله نكون في المستوى ونحق بهذا الهدف لفعل الجزائريين كاملين بصفة عامة إن شاء الله وربي وفقكم ووفق الجميع من أجل هذا الهدف الأسمى اللي هو السيادة الغذائية طبعا سيد محمد ناجي رئيس المجلس المهني مشارك لشعبات الحمضيات كنت ضايفا معي شكرا شكرا سيدة شكرا والشكر موصول للفريق التقني الذي رفقني أطيب المنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة